لسا مكمالين معاكم فكراتنا والفترة اللي فاتت احنا اتشغلنا جدا بالسياسة وكل اللي بيدور في الشارع المصري واخدنا فيه يعني وقت طويل قوي النهاردة يوم جمعة كده خفيف منحاول ان احنا نتطرق لمواضيع تانية مواضيع مختلفة مواضيع اخف علينا الاخبار الفنية زادت بشكل كبير جدا سمعنا عن حاجات كتير او متصلة بالسياسة صحيح انها هي مش سياسة قوي بس سمعنا عن نية الاخوان المسلمين في انتاج فني سواء دراما او سينما وعموما دخولهم عالم الانتاج الفني سمعنا كمان عن مشكلة اللي حصلت حديثا بين الفنانة الشرين عبد الوهاب وبين نقيب الموسيقين امان البحر درويش عايزين نعرف عنها معلومات اكتر وعايزين نعرف عن مشاكل انتاجية اللي بيواجهها الوسط الفني في الفترة اللي فاتت خصوصا السنة ما بعد الثورة عايزين نعرف في وصلت لين النهاردة معينا النقض الفني استاذ عائد العبدالله حيكلمنا عن كل اللي بيحصل في الوسط الفني صباح الخير صباح الخير يا مي صباح الخير استاذ المشاهدين يا رب بيجعل يومنا امل وعمل وتفاؤل يعني ان شاء الله وفن بقى عليكم صفحة كده خلينا نبتدي با اول حاجة الخبر اللي احنا اسمعنا عنه بين ناشرين وبين الفنانة امان البحر درويش اللي خلانه هو يمنعها عن الغناء ايه اللي حصل اصلا مشكلة دي ابتدت ازاي يا كواليس الواقع دي بدت تقريبا كده من اسبوعين لما بدأ النقيب المهن الموسيقية بمهن بحر درويش يعلن في بعض الصحف وبعض المواقع الالكترونية عن مشكلته مع المطربة الفنانة شرين لما ابتدى يقول في بعض الصحف ان المطربة شرين ملهاش في الخير فاسألوا ليه قال لهم عشان خاطر ان هي طلب منها ان هي تشارك في بعض حفلات اللي هي بتوجه ارادها لصندوق رعاية الموسيقيين وحاجة اسمها كده كتبت رد الجميل او كتبت الخير ودايما قاعد يصرح كتير ان هي ملهاش في الخير ملهاش مش عايف ايه مضتش وبقع اهو كان متضايق او حاجة زي كده ايه بعد كده طبعا شرين كانت بتسمع ومتتكلمش لغاية ما جات في بعض التاليبا او في احد البرامج كلمت وردت على الكلام ده لما قالت ان هو مش هكبرني ان انا اعمل خير في جهة معينة انا ممكن اعمل خير في اماكن تانية ففجأة كده لقينا قرار بان هو مناعها من الغناء في مصر وتحولها للتحقيق هو ده حق نطيب الموسيقيين ان هو يمنع مطربة عن الغناء يعني هي ما ما تعرضتش الحاجة في الواسط الفني هي بعيد تماما عن شغلها هو دائما فيه عملوا مجلس للنقابة ما عملوش ما قالوش يعني ما يبقاش يستبد بقراراته او يبقى دكتاتور في قراراته لازم في مجلس لازم يرجع يبقى فيه اجتماعي بقى فيه لجنة فيه تحقيق لكن ما ياخدش قراراته كده يعني بعد كده هو صرح وهو اللي فتح النار وهو اللي تكلم يعني انت جاهد الوقتي بعد ما هي ردت على كلامك وانت اللي فتحت الموضوع وانت اللي فتحت النار جاي دلوقتي تتكلم جاي تقول ان هي لا هي أسائت أو هي ما أسائتش طب انت اللي فتحت انت المفروض تحتوي انت راجل كنقيب مهن موسيقية وانت راجل نقيب الموسيقيين وهم اختاروك واحنا اختيارات بعد الثورة تختلف قبل الثورة يعني فيه حرية وفيه فيه المفروض تحتوي الناس اللي معاك المفروض تتكلم معاهم وتتجيبهم لكن ما يبقاش الكلام في الصحافة وننشغ كلامنا وننشغ كلامنا الوحج وننشغ أخبارنا اللي هي يعني المفروض ما تطلعش من داخل مجلسنا أو من داخل اجتماعاتنا برس 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 المكتب لا تقعد مع الناس اللي بتاعتك وتكتمع بيهم وتقرب وجهات النظر وتشوف ايه المشكلة وتحتوي الناس اللي انت شغال اللي انت معاهم وتحيلهم مشكلة لكن ما نقاش بقى ايه ده يرد ده على ده وده يرد على ده وده غلط مش صح بقى في الاعلام عموما يعني هو شف الوزيئ سالي هو لشخصه لا لا هو الغريب اللي هو ايه ان بعض عضاء النقابة زي مصطفى كامل زي دكتور ريد راجب بيقولوا ان هو اخد القرار من غير ما يرجع لنا يعني هم كمان مش موافقين صراحوا طبعا في بعض المواقع وبعض الصحف ان هو اخد القرار من غير ما يرجع لنا وهو مسافر ورجع بكرة تقريبا مسافر بقرة أمريكا ومفوض رجع بكرة ومفوض يجتمع مع المجلس النقابة وياخدوا القرار مع بعض او يحولها التحقيق او حاجزا كده ارجع اسألك تاني هل من حق نقيب الموسيقيين ان هو يمنع فنانة او فنان من الغناء فقط لانه تعرضه لشخصه يبقى فيه تحقيق بعد التحقيق بعد تأكد من صحة الكلام ده اللي ان هي قالت ان صحافة بتزود الكلام او الاعلام بيزود كلامه وكلام ده مش كله اللي هي قالته وما هجمتش دفعت عنها فقط لفين يعني صراحة هي قفلت تليفوناتها وعلى اساس ان محدش ياخد منها تصريحات ويزود فيها واذا مقول الباب اللي جيلك من الريح هي سدته خالص وزوجها الموزع الموسيقى محمد مصطفى هو اللي بتولى الكلام ويتولى ان هو يحاول يخلص الموضوع مع النقيب يعني يا هادزي الموضوع ما بينهم يعني طب اكيد اكيد يعني كلنا قرينوا واسمعنا على فكرة ان الاخوان المسلمين عايزين يدخلوا في الانتاج الفني وابتدوا ينتجوا وافلام ودراما ووصلوا ليه كل الكلام دا يعني هذي اشعاعات الاول ولا ده كلام بك كل الكلام ده كلام مرسل وكلنا شفناه وقرناه في المواقع وفي بعض الصحف لكن كل الكلام دا لسه مفيش حاجة اكيدة فيه خالص يعني هم مبدروش وقالوا احنا فعلا هننتج شيء معين مافيش حاجة مرموس اع الواقع انتاج ديني مثلا مفيش حاجة مرموس اع الارض خالص كلها اجتهادات كلها توقعات المنتجين والفنانين والمطربين كل بصراحة من يعمل في الوسط الفني هم عملين يشتكوا احنا عندنا مشاكل انتاجية خلاص مفيش انتاج احنا كنا بنمتك عدد معين من الافلام في السنة العدد ده قلب كتير معين احنا بنشوف برضو افلام كتير موجودة في السينمات وبنشوف اعمال درامية كتير جدا موجودة سواء في رمضان او في غير رمضان هل فعلا الوسط الفني دلوقتي بيعاني من مشكلة انتاجية؟ هو طبعا السينما تأثرت تأثرت كبير جدا بسبب يعني التصورة والاحداث اللي هي بتمر بها البلاد يعني الانتاج اللي مش انتاج ارادات السينما اللي بتخش فعاليا حاليا دلوقتي 17% من من اراداتها اللي هي الحقيقية اللي هي الفعالية يعني معنا كده ان هي تأثرت جامد جدا وده مرضو ما يمنعش ان فيه انتاج وفيه منتجين شغالين وفيه منتجين خايفين على الفلوسهم ووقفوا الانتاج او خفضوا تكلفات الانتاج لكن كمان تأثرت السينما ما بيرجعش للثورة بس يرجع لتضاقل فترة الصيف يعني احنا منبصر الصيف بقى ما بقاش فيه شهر وشهر ونص ويهي رمضان وكده تيجي المدارس ففترة الصيف اصلا اللي كان بيبقى موسم جبير جدا ما بقتش موسم لكن بقى بقى فيها موسم تانية وفيه السينما بتشتغل فيها يعني موسم عيد الفطر عيد الاطحى موسم واس السنة موسم أجلس نص سنة بيبقى فيها فيها انتاج وفيها سينما وفيها ارادات يعني كويسة على حسب انتاجها يعني حسب المنتج فيها او الفلوس اللي دفعت فيها بتجيب ارادات كويسة او جدا وفيه مثلا فيلم محمد حلم جايب الاخير جايب 29 مليون تمح حسن غاية اللواتي مش عافي جايب تايباً 14 مليون يعني فيه فيه فلوس وفيه انتاج لكن برضو مش ده دي النتيجة الفعلية اللي هي متوقعة لأرادات السينما في الوقت الحالي لكن فيه حاجة تانية الفنانين والمنتجين اتجهوا اتجاه تاني في الفترة اللي جاية عشان تضاول فترة السيف اللي منقول عليها واللي هي الفترة مبقتش بقت كبيرة اه كافية اتجهوا بانتجوا دلوقتي دراما فيديو تلفزيونية عشان رمضان طبعاً موسم كبير جداً وبنبص دلوقتي الرمضان اللي جاي هنلاقي كل النجوم اتجهوا ناحية الشاشة الصغيرة فهنلاقي نحس بتخمة كبيرة جداً جداً للفترة الجاية لانه هنلاقي نتكلم على الدراما اكتر وخصوصاً دراما رمضان بس برضو عايزة اسألك فيه ناس كتير قالت اه الحجم الفترة اللي بيفطل فيها الفيلم في السينما قولايا القوي بالتالي المنتج ما بيقاش متشجع انه ينتج او يعني يصرف كتير في الناتج بتاعه او الفيلم بتاعه بس بنرجع يعني نقول لا طب مستوى الافلام كمان ممكن من يكون فيه مشكلة يعني فيه ناس كتير بتدت تبعد عن الافلام المصري بتدت تتفرج على افلام السينما يعني الغربية وقالت لك لا مستوى الفيلم ما بيقاش لقك ده حقيقي ده حقيقي فعلا يعني في الفترة اللي فاتت وجدنا ان فيلم شاعر الهرم بطولة سعدة الصغيرة وبعض الفنانين حقق اعلى اراضات في تاريخ السينما المصرية رد يومي يعني في تاريخ السينما المصرية لما فيلم زي شاعر الهرم يحقق اعلى اراضات في تاريخ السينما المصرية ده طبعا ما فيه حاجة حاجة مش مزبوطة لكن انا عايزة اقولك ان الناس بعد الثورة محتاجة عايزة تخرج من حالة الكآبة زي ما بنقول كده غفعوا شعار ان الشعب يريد خروج من الكآبة الناس هستضحك فالراجل اللي هو المونتج اسم محمد السبكي عارف تركيبة الشعب المصري يعني او عنده تعيبا سر الخلطة اللي هيدا ينجح بها اي فيلم لبغم من تختلف معها ناس كتير جدا يقولوا فيلم اولاد او فيلم مفوش قصة او هدف او كده بس في النهاية بيحقق يحقق اراضات احنا ممكن برضو ان انت كافلام كوميدي بس افلام مش نفحة يعني لا احنا ما نقولش ما منتفهش اي عمل لان اي عمل يبقى فيه مصروف عن انتاج يبقى يبقى فيه جهد فيه الناس بتشتغل فيه احنا ما منتفهش حاجة زي كده لكن منقول انها ليس على قدر المستوى اللي هيقول المطلوب لكن بقى مانا الناس محتاجت تقرب من كئبة يعني فيه فيلم برضو في السينما اليومين دول الناس دخلت فيه يعني اصحابه وصناعه بيقولوا احنا عملينه اللي هو بنات العام الناس بيقولوا احنا عملينه عشان نضحك عملينه للضحك بفوش رسالة بفوش مش هنقعد بقى نفتكس ونقعد نزايد ونقول رسالة وكلام زي كده لا الناس طالعة عايزة تقول عايزة تضحك الناس بتخش دخلتوا في السينما الناس كلها بتضحك فالناس خلاص بقى بتقلي بالتلفزيونات بتبوصة تلاقي ضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا وحرائق واتعطسامات وإضربات الناس زيت عايزة تخرج بقى من الحالة دي عايزة تغير شوية الاشكال اللي بتشوفها عايزة تضحك عايزة يعني يعني ينسوا الهم شوية ان شاء الله لو ساعة ونص وده حقهم ومش عيب ان انا اعمل فيلم من اجل الدحك فقط لغير وده موجود في السينما اليود وسينما برا موجود افلام بتبقى هدفها الدحك فقط ده مش عيب يعني خلينا برضو نتكلم على الدراما قلتقي فيه ناس فنانين كتير جدا انصرفوا عن السينما وابتدوا يحضروا رمضان الجاي زي مين مثل عندنا الفنان عادل امام بيجهز في المسالة يعني من سنة الفاتت اللي هو فرقة ناجعة طالة اه ده بقى له كتير اول صراحة بيجهز بس هو ابتدى يعني خلص نسبة كبيرة فيه ومفاجأة السنة دي برضو هنلاقي فنان احمد السقى برضو اتجه للشاشة الصغيرة والفنان محمد سعد والفنان كريم عبد العزيز يعني فيه نجوم اللي كنا منشوفهم ومننتظرهم من سنة لتسنة في السينما دلوقتي اتجهوا للتلفزيون وحنشوفهم في التلفزيون في رمضان اللي جاي وبعد كده على مستوى الجنس النعم فيه برضو منافسة خفية موجودة هنبص نلاقيها السنة دي منحصرة بين الفنانة كبيرة يسرى في شربات لوز والفنانة برضو كالعادة فيه في عبدو وفيه سومال خشاب وفيه غدا عبد الرازي والسنة دي عادت بمسلسلين ايمان العاصي بعد غياب اكثر من سنتين او تلاتة يعني هنلاقي برضو فيه منافسة وفيه نيلي كريم وفيه غدا عادل وفيه عبلة كامل يعني فيه منافسة تقريبا اتكلمت على كل المصريين الموجودين اه اه بالزبط فيه منافسة جمدة جدا وفيه معركة شرسة جدا واللي هيفوس فيها اللي هو الفنان اللي يقدر يختار عمل جيد اه عمل يناسب الشعب المصري ويناسب اللي هو اللي هو اللي هم عايزينه في الوقت ده في الوقت الحالي واللي يقد كويس واللي والانتاج يكون كويس وساخي طيب احنا بيتكلم دلوقتي على ان كل نجوم السينما هيشتغل في الدراما وطبعا النجوم رمضان اللي بيجوا موجودين بيبقوا معنا كل سنة كمان نازلين السنة دي بمسلسلات جديدة تلفزيونات عموما هتستوعب كل العدد ده من المسلسلات والناس هتقدر تتابع كل المسلسلات دي في رمضان ما انا هزا اقول حضرتك حاجة ان الانسان لما يجي يكون عنده يعني صفرة مليانة بكل الاشكال بتحصل له تخمة لو دخل عليها كلها مرة واحدة فعشان كده اللي هيقدر يخطف المشاهد من اول اسبوع هو اللي هيفوز بس فيه حاجة فيه حاجة فيه اكيد فيه اعمالها تتظلم لان ما بتبانش متظهرش قوتها او قوت سيناريو بتاعها او قوت الشغل من اول اسبوع فاكيد الناس هتتباحها بعد رمضان طب ليه مسلسلات دي ما بنشوفهاش يعني يعني ليه لازم تنزل في شهر رمضان قصدك يخلقوا من ليه ما يتخلقش موسم جديد للدراما تلفزيونية يعني احنا بنقعد 11 شهر بنتفرج على مسلسلات سوري ومسلسلات توركي وتقريبا اللي بيتابع مرة تانية المسلسلات المصري بيبقى يعني تخليص عقل طب ما ليه ما بتنزلش على السنة كلها المفروض ان المنتجين يخلقوا موسم جديد زي ما تخلق في السينما ما بقاش موسم صيف بس بقى موسم بس السنة موسم الفلانتين موسم أجاس نوس السنة بقى فيه موسم تانية غير موسم الصيف مفروض المنتجين يحاولوا يخلقوا موسم جديد في التلفزيون لكن ده برضو يرجع للضخ الاعلاني فالإعلانات كلها بتتجه وتصب خلال شهر رمضان فبقى فيه مصاريف وتكلفة المسلسلات بيت عالية جدا ما يقدرش هو يغامر وينزل المسلسل كبير جدا ومصوف عليه ملايين وفي وقت ما فيهوش موسم ما فيهوش اعلانات والمحطات مش هتشتري ومش هتغامر برضو تزيع مسلسلات مدفوعة فيها ملايين في وقت ما فيهوش اعلانات طب لو بنقول ان الضخ بتاع الشركات المعلنة قل جدا وان المسلسلات زادت جدا هل في رمضان فعلا قنوات هتقدر تشتري كل الكم ده من المسلسلات ولا ممكن بقى في ساعتها يبقى اختيار اكتر الكسافة الاعلانية بترتفع في شهر رمضان طبعا بطريقة مولة جدا لان كمان نسبة المشاهدة بترتفع فالإعلانات بتتجه في الوقت في التوقيت اللي هو دايما ايه اللي فيه نسبة للمشاهدة كبيرة يعني دايما خلال ماتش كورة تبسلها لنسبة الكسافة الإعلانات كتيرة جدا لنسبة المشاهدة كتير خلال فيلم جديد بينزل أي قناة لما يبيحصل تسويق النسبة المشاهدة بتزيد فنسبة الإعلانات بتزيد فدائما بيتجه للوقت اللي هو فيه فيه كسافة مشاهدة يعني نادر نقول الفترة فاتت دي السينما عم كتتأثرت شوية لما سوء الدراما ما تأثرش لأن هو كده كده سوء الدراما يعني بيبقى في رمضان هو جا mala تأثر به بعض الفنانين لأن الكرم مصبحتش نفس الكرام اللي كانت بيتقيضوا قبل الثورة اختلفت الأجور اختلفت طبعا قلت يعني الأرقام الخيالية اللي كنا منسمعها ما بقتش هي الأرقام الخيالية كنا منسمعها كنا منسمع أربعين مليون وثمانية وثلاثين مليون وهو ثلاثين مليون أرقام خيالية وما هلأ كنا منسمعها، بنتحك عليها دي Global الأرقام دي فعلاً حقيقية ولا الأرقام دي إشاعات لأنه يعني برضو فيه قنوات والقنوات دي بتشتري يعني في الآخر المسلسل ده هو منتج فما أعتقدش نممكن فيه قناة مسلا تشتري مسلسل 60 مليون جنيه أنا عايزة أقول له هذه الحاجة كنت يعني خلال بحث مع بعض المنتجين قالولي اللي بيأخد قرش بيقول 10 عشان يعلي نفسه في السوق يعني اللي بيأخد قرش واحد بيقول أنا خدت 10 عشان يعلي نفسه في السوق ويقولك أنا أنا بأخد أعلى أجر وأخلى لكن ما بيحصلش الكلام ده الأقام دي خيالية ما حدش بيحصل إلي اللي بأخد عشر بيقوله الخدت 30 على أساس ان هو ايه يبقى أعلى أعلى واحد في السوق في الوقت دي واللي بياخد تلاتين ولكن انا قدت خمسين برضه عشان يبقى أعلى واحد دايما كنا بنسمع عن مسلسلات رمضان دي مثلا بتتسلم لحد يعني تلاقي الناس عمالة بتصور واحنا مثلا خمستاشر سبعتاشر رمضان والناس لسه بتصور ولسه شغالة في المسلسل تفتكر السنية دي بقى ممكن كله يحاول يبقى فيه فرصة يخلص بدري عشان يرحق يبيع بدري يسوق طبعا بدري هو بصي نسبة كبيرة قوي من مسلسلات بدت تصورها من شهرين تقريبا وده أكيد هيخلص بدري وهيستريع في التسليم وهيستريع في تسويق بدري لكن في بعض مسلسلات لسه ما ابتدتش يعني فدي اللي عليها العين ممكن تتأخر شوية لكن معظمها بادة بدري وابتدى يشتغل وفيه نسبة كبيرة قوي انتهت يعني من ضمن الأراء التي قالت ان عموما ليه زيادة قوي الانتاج الدرامي في الفترة اللي فاتت قالت لان كل ممثل بيبقى عايز يبقى بطل لوحده مش زي الثاني مش ممكن تلاقي بطولة مشتركة بين اتنين أو بين ثلاثة فتلاقي مسلسلات عددها زياد جدا مع ان كل مسلسل مثلا ممكن يبقى ايما على بطل واحد حنشوف ده في الفترة اللي جاية ولا يمكن عشان قلة الانتاج شوية ممكن نلاقي بطل واحده يقول البطولة منفردة لان ما فيش فيلم بينجح بطل واحد يعني هي الدراما اكتر من السينما اللي بنتكلم عنها لا كلها لا لا هي ممكن يبقى فيه نجمة موجودة بس ما بينجحش لوحده زي لعيبت الكرة ما بيوصلش الفرود بيجيب الجون لوحده لازم زميله من اول الحارس المرمى لغاية الونج اللي جنبه بيخدموا عليها عشان يجيب جون محدش بيجيب جون لوحده واللي بيعتقد كده الفنان اللي بيعتقد كده بيقع اللي بيفتكر كده يعني دائما الفنان الكبار يقولك لا انا مش لوحدة انا مش بطل لوحدة لان زمائل هما يعني فيه زمان كانوا يقولك على المسرح ان ده احسن واحد يفرش لي الفيه يعني بيساعدني يعني زي ما يقولي بيجهز لبكرة متشترة جيب فيها جون فدول الفنانين اللي فاهمين كويس قوي لكن ليه فهمت كده ده غرور واعتقد ان هو ده ما بينجعش ما بيكملش فيش حال يسمى بطولة من فرده خالص سيئة يعني احنا قربنا على موسم الصيف وايه اهم الافلام اللي هتشوفها والله لغاية دلوقتي فيه افلام موجودة لسه منزلتش تأجلت وبعد كده فيه فيلم الفنان محمد هنيدي بدأ تصويره اسمو تيتا رهيبة بتادي تصويره مع المخرج سامح عبد العزيز ده ممكن يتشوف في الصيف فيه فيلم ساعة ونص ده فيلم برضو اعتقد ان هو هيكون علامة في السينام المصرية اخراج واقع الحسان ده فيه اكتر من 35 فنان انتاج المنتج احمد السبكي ده من افلام اللي هتبقى كويسة جدا فيه فنانين شباب كتير جدا ده برضو ممكن ينزل في الصيف فيه فيلم بتصور دلوقتي من افلام اللي هي افلام اللي هي الخلطة بتاعت احمد السبكي برضو بتاع اسمو ارباع على واحدة سعد الصغير اللي هم التوليفة اللي بيعملها بتعجب ناس كتيرة بعد كده لسه فيه فيلم طبعا المصلحة الفنان اللي فيه بيدوم احمد عزو احمد السقه ده برضو ممكن يبقى في الصيف ده برضو من الافلام اللي هتبقى كويسة احمد السبكي نشوف لجمين اخيرا في فيلم واحدة اه 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 طبعا يعني دول الافلام اللي هم طبعا اللي هي الرؤية بتاعيته مواضحة شوية لسه بقى طبعا فيه ممكن نبص نلاقي عدل امام يعمل فيلم اصول فيلم بياخد ايه يعني ست اسابيع ولا حاجة بيخلص تبص دي فجأة بقى خل ست اسابيع للفيلم وحاجة اتخيل ان فيلم ممكن يتعمل ست اسابيع بقى كما فنان بينزل مثلا في سنة واحدة بمسلسلين في رمضان او في موسم واحد بفيلمين ده في صلحه ولا مش في صلحه لا هو اللي ممكن ينزل السنة دي بفيلم ومسلسل بصي اعايز اقولك حاجة الموضوع بقى تجاري شوية الفنانين يقولك دلوقتي الفيلم اللي في ايد احسى من عشر على الشجر ففيه فنانين تبص اليوم بيعملوا فيلمين وثلاثة لانه ما نضمنش الظروف السنة اه ما نضمنش الظروف الافلام اللي هدونتج الفترة الجاية ايه الاخوان هيبقوا يسيطروا ازاي شكل البلد هتبقى ازاي فتبص تلاقي الفنان بيعمل ايه بقى عشان الموضوع التجاري يعمل مسلسل ويعمل ثلاثة اعلانات ويعمل مسلسلين ازاعيين ويعمل تبص تلاقي بيعمل كذا حاجة في السنة ما بقتش مسلسل وفيلم او فيلمين لا ده انت هتشوفيه على تلفزيون كل عشر ده في اعلان وبعد اسبوعين تاني تلاقي غيروا من اعلان لاعلان واكيا هتبص تلاقي بيقدم برنامج وهتبص تلاقي في مسلسل وهتفتح التلفزيون هتلاقي الفنانين هتفتح التلاجة هتلاقي يطلع لك فيها فنانين هتفتح المتجازة فالعملية بقت لا مش موضوع بقى ان انا احرق نفسي هو موضوع تجاري بالنسبة لهم خالص زمين كنا بنسمع ان الدولة ممكن تدعم فيلم معين او يعني مش الدولة بتكلم على وزارة الثقافة ممكن ان هي تشارك في انتاج فيلم معين اشتعلي مستوى خصوصا الافلام بقى التاريخية والافلام الكبيرة الضخمة اللي بتحتاج انتاج ضخم هنشوف الفترة الجاية حاجة كده ولا لا؟ انت قلت كان زمان كان زمان جبر يعني انها كان زمان خلاص انت قلت يا مية كان زمان الظروف اللي بتمول بها البلد دلوقتي ما بتشجعش يعني احنا عايزين احنا بنتمنى كده ان هم يعملوا كده ياريت يبقى في افلام دلوقتي كله بيبصوا زي ما قلنا تجاري بحت عايزين فلوس عايزين ارادات نجم الشباك وعايزين الشباكي اشتغل ويتكلم طب ده مش الوقت اللي ممكن بقى الفنانين فعلا يكون ليهم دور في الاحداث اللي بتحصل في البلد يعني البلد بتتعرض مثلا لمشكلة او ازمة مالية او الوضع الاقتصادي مش مستقر ماينفعش دلوقتي يتدخلوا يتنازلوا عن جزء من دخلهم عشان يقدروا ينتقوا حاجة كويسة او حاجة يعني طاليك بمستوى البلد انا عايز اقولك حاجة انا خلال كتاباتي بعمل حملة وعايز التلفزيون وكل النقاط يساعدوني فيها ان احنا لازم نفتح صفحة جديدة وكل الفنانين يبقوا واقفين مع التلفزيون مصري احنا عايزين نوجه لهم نداء كده من مكاننا عايزين الفنانين يوقفوا مع التلفزيون مصري يساعدوا زي ما حضرتك قلتي يساعدوا يعملوا مسلسلات تبقى للتلفزيون مصري بقى وجور رمزية عشان التلفزيون مصري يرجع لمكانتو اللي هي ده درائد من رواد الاعلام في الدول العربية فلازم الفنانين يعني يطلعوا في كل البرامج التلفزيون المصري مجانا ما يبصراش يعني نظرة تبقى تجارية يطلعوا في البرامج كلهم يتبادلوا من هنا لا 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 يقفوا مع بعض ان يبقى ايد واحدة عشان التلفزيون مصري يرجع لمكانتو اللي هي اللي كان بيقود فيها الاعلام العربي كله ياريت 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 الفنانين يتجاوزوا عن اجورهم في ان هما احنا بلوقتي بنسمع اجور خيالية عشان يطلعوا البرامج احنا عايزونهم يبقوا معنا في الصبح في نهارك سعيد ومعنا بعد الظهر ومعنا في الصهرة يتناوبوا في ظهرهم في التلفزيون مصري وهتنازلوا عشان التلفزيون مصري يرجع لمكانتو بالزرط رد الجميل ونفتع صفحة جديدة عشان نرجع لمكانتو تاني نقطة فانية استاذ سعيد العبدالله بشكرك جدا انا وجودك معنا نهاردك اخبار كتيرة ومتنوعة بس احنا بقى المصلي كتير ما اتكلمناش الفن افبني خليك شكرا مشاهدين اعتقد كده خلصت حلقتنا نهاردك نهارك سعيد بكرا ان شاء الله نشوفكم مع فريق عمل جديد بيوم جديد نهاركم سعيد اشتركوا في القناة